موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا بكم في جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحافة حول العالم نبدأ هذه الجولة من القدس العربي وفي أبراز عنوينها استعدادات أمريكية لهجوم كيموي روسي محتمل في أوكرانيا يتوقع العديد من المسؤولين الأمريكيين أن تستخدم روسيا الأسلحة الكيموية في الصراع الجاري بين موسكو وكيف على الرغم من أن وزارة الدفاع البنتاجون قالت يوم لحد إن الولايات المتحدة لم ترى مؤشرات على هجوم كيموي أو بيولوجي وشيك في الوقت الحالي على أوكرانيا وظهرت تساؤلات حول هجوم محتمل بالأسلحة الكيموية من قبل روسيا هذا الأسبوع بعد أن اتهمت موسكو الولايات المتحدة بإيواء أسلحة بيولوجية في الأراضي الأوكرانية وهي مزاعم رافضتها إدارة الرئيس جو بايدن وحذرت الولايات المتحدة من أن روسيا ربما تقوم بل ربما تقدم مثل هذه المزاعم لإلقاء ذرائع كاذبة لهجوم محتمل من قبل موسكو أوكرانيا تحث الغرب على دعمها لتفادي نشوب حرب أكبر تقول الصحيفة دعا وزير الخارجية الأوكراني الدول الغربية إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرض مزيد من العقوبات على روسيا للمساعدة في منع دخول دول أخرى في صراع أوسع وحثت أوكرانيا حلفائها مرارا على بذل جهد أكبر لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي الذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير شباط وتخشى بعض الحكومات الغربية أن يؤدي ذلك إلى جر دول أخرى بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلس الناتو إلى الحرب وقال كوليبا على تويتر إلى أولئك في الخارج الذين يخشون الانجرار إلى حرب عالمية ثالثة أوكرانيا تقاوم بنجاح نحتاج أن تساعدوننا في القتال أن تزودونا بجميع الأسلحة اللازمة وأن تفرضوا المزيد من العقوبات على روسيا وعزلها بالكامل وأن تساعد أوكرانيا في إجبار بوتين على الفشل وسوف تتفادون بذلك نشوب حرب أكبر إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي تقول محادثات جديدة بين أوكرانيا وروسيا والزيلانسكي يصر على لقاء الرئيسين أي اللقاء بينه وبين فلاديمير بوتين توقد جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين عبر دوائر تلفزيونية مغلقة بحسب ما أكد مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراتشينكو ورغم أن المسؤولين قدموا تقييمات متفائلة في الأوينة الأخيرة فإن المفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي قال سوف تقوم إذن الحرب بل سوف تتصاعد الحرب ودعت أوكرانيا مرارا إلى إجراء محادثات مباشرة بين زيلانسكي والرئيس الروسي فولاديمير بوتين مشيرة إلى أن الزعيم الروسي هو من يتخذ جميع القرارات النهائية وقال زيلانسكي في خطابه اليومي المصور وفدنا لديه مهمة واضحة القيام بكل شيء لضمان اجتماع الرئيسين الاجتماع الذي أثق في أن الناس ينتظرونه زيلانسكي يقول يجب فرض حظر طيران وإلا ستسقط صواريخ روسيا على أراضي الناتو هو تحذير من قبل الرئيس الأوكراني فولديمير زيلانسكي إذن طالب الرئيس الأوكراني زيلانسكي اليوم الاثنين حلف شمال الأطلس الناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده وأشار إلى أن الامتناع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف وقال زيلانسكي في مقطع الفيديو نشر بعيد منتصف الليل إذا لم تغلقوا سماءنا ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم على أراضي الناتو وجاءت مطالبته غدات مقتل خمسة وثلاثين شخصا وإصابة أكثر من مائة وثلاثين آخرين عندما شنت القوات الروسية ضربات جوية على ساحة تدريب عسكرية خارج مدينة ليفيف غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلس الناتو وتابع زيلانسكي ثلاثون صاروخا على منطقة ليفيف وحدها لم يحدث ما قد يمكن أن يهدد أراضي الاتحاد الروسي وعلى بعد عشرين كيلو مترا فقط من حدود الناتو روسيا تبدأ في تغيير نظام الحكم في أوكرانيا كيف ذلك إذن في التفاصيل عينت روسيا الأحد عمدة لإحدى المدن الأوكرانية التي قامت بغزوها وذلك لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي فيما وصف محللون الخطوة بأنها بداية تغيير نظام الحكم في كيف وقد تم تعين النائب المحلي الموالي لروسيا جالينا دانليشينكو عقب اختطاف القوات الروسية لعمدة ميليتوبول المنتخب إيفان فيدروف وفقا لكيف ودعت إذن هذه العمدة الجديدة سكان المدينة للتكيف مع الواقع الجديد وطالبت السكان بوقف التضاهة ضد القوات الروسية مؤكدة أنه ما زال هناك أشخاص في المدينة سوف يحاولون زعزعة استقرار الوضع والقيام بأعمال استفزازية وتعتزم دانليشينكو تشكيل لجنة اختيار شعبية لحل قضايا المدينة التي يقطن فيها نحو 150 ألف نسمة المخاوف المشتركة من تداعيات الحرب الأوكرانية تزيد الخلافات بين أنقرة بل تبرد الخلافات بين أنقرة وأثينا التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد خلال زيارته إلى اسطنبول ويأتي ذلك تعزيزا لجهود التقارب بين الدولتين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلس في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا وقالت رئاسة التركية في بيان قالت إن اللقاء ركز على فوائد تعزيز التعاون بين البلدين في ضوء تطور البنية الأمنية الأوروبية وضاف البيان رغم الخلافات بين تركيا واليونان تم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتحسين العلاقات الثنائية كما تناول الزعمان في الاجتماع النزاع في أوكرانيا وخلافاتهما في شرق البحر المتوسط إلى إن شفق ألطون يقول تركيا ستظل مركزا عالميا للدبلوماسية إذن قال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن بلاده ستظل في المرحلة المقبلة أيضا مركزا للدبلوماسية والمكان الذي ينبض فيه قلب العالم من الناحية الاستراتيجية أضط ألطون في تغريد له عبر حسابه في تويتر أن تركيا أثبتت من خلال التحركات الدبلوماسية التي شهدت الأسبوع الأخير التأثير الاستراتيجي الذي تمتلكه وأهمياتها العالمية من الناحيتين الجيوسياسية والجيو اقتصادية وشدد على أن منتد أنطاليا الدبلوماسي أثبت هذه الحقيقة بشكل واضح وأردف أن بلاده ستظل مكانا لأتناقش أو للنقاش في المشاكل العالمية تحل فيه الخلافات وتحل ببلاده الخلافات وتحقق السلام والاستقرار وفد بأن تركيا ستواصل انتهاج السياسة خارجية بل السياسة خارجية تقوم على إفشال كافة الألعيب في المناطق الجغرافية التي تسود الحروب والمآسي في أراضيها وتضع في مركزها الإنسان والقيم الإنسانية والمجتمعات في منطقها أنقرة تقول أردوغان يلتقي أربعة عشر زعيما خلال خمسة أيام قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطن أن الرئيس رجل طيب أردوغان يستقبل اليوم المستشار الألماني أولاف شولتس ليكون بذلك قد التقى أربعة عشر زعيما خلال الأيام الخمس الأخيرة أضاف ألطن في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن المستشار الألماني يصل تركيا اليوم في أول زيارة رسمية له إلى أنقرة منذ توليه منصبه في ديسمبر كانون الأول 2021 وأوضح رئيس دائرة الاتصال أن أردوغان يواصل لقاءاته مع زعماء ومسؤولي العالم وأردف كل ذلك من أجل تحقيق السلام وتأسيس الاستقرار والعدالة حول العالم وأكد على أن القيادة السياسية القوية والبنية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على الثقة والاستقرار هي من أكبر الفرص التي تمتلكها تركيا اجتياح أوكرانيا قتل وجرح بقصف مبنى سكن في كييف وأيضا اتفاق على إجلاء المدنيين طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي حلف شماد الأطلس الناتو بفرض منطقة حضر الطيران فوق بلاده معتبرا أن التمنوع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف من ناحيته دعا وزير الخارجية الأوكراني إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرض مزيد من العقوبات على روسيا للمساعدة في منع دخول دول أخرى في صراع أوسع بايدن يستثمر الحرب الأوكرانية رافعة قبل الانتخابات على الرغم من التحسر الطفيف الذي طرأه على أرقام استطلاعات الرأي بالتأييد الشعبي للرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية إدارة البيت الأبيض للأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة الحرب التي يشنها الرئيس فولديمير بوتين على أوكرانيا إلا أن ذلك لم يخلق دينامية تسمح للديمقراطيين بتنفس الصعداء قليلا قبل أشهر قليل من الانتخابات النصفية في الكونغرس المقررة في شهر نوفمبر 22 المقبل والتي يتوقع أن يكون التنافس فيها حاميا مع الجمهوريين ولهذا السبب يسعى بايدن وفريقه إلى تغيير تكتيكي في الخطاب الانتخابي وجعله ينعطف من القضايا الداخلية ومنها فشل بل فشله خلال عامه الأول في الرئاسة في تمرير مشاريع محورية في صلب أجندته إلى المسألة الأوكرانية التي كسب فيها تأييد الحلفاء الدوليين لبلاده ويريد بايدن إسقاط الشعار إنها كلفة بوتين العالية على التداعيات التي قد تصيب الناخب الأمريكي جراء الحرب ومنها ارتفاع أسعاد المحروقات ونسبة التضخم التي يعاني منها الأمريكيون أصلا منذ الصيف الماضي قادروف في أوكرانيا زعيم الشيشان الذي يقاتل بجانب بوتين ينشر فيديو له مع قواته قرب كهيف قال زعيم الشيشان رمضان قادروف وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سافر إلى أوكرانيا للاجتماع مع القوات الشيشانية التي تهاجم العاصمة الأوكرانية كييف قناة جروزني الشيشانية نشرت مقطعا مصورا على قناتها على مواقع التواصل الاجتماعي تيليجرام ومواقع أخرى يظهر فيه قادروف في غرفة مظلمة وهو يناقش مع القوات الشيشانية عملية عسكرية قالوا إنها جرت على بعد سبعة كيلومترات من العاصمة الأوكرانية لم يوضح المنشور مكان أو زمان الاجتماع بحسب وكالة رويترز التي قالت إنه لم يتسنى التحقق بشكل مستقل مما إذا كان في أوكرانيا أو أنه سافر إلى هناك أثناء الصراع في وقت لاحق سخر قادروف من منشور آخر يلقي بظلاله من الشك على ما إذا كان قد سافر إلى منطقة كيف أكتب على تيليجرام ألم تشاهدوا الفيديو؟ المشاهدين لفقرة كاريكاتير شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة